موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الناظر في في القرآن الكريم يجد أن أكثر نبي ترددت قصته في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام يعني قصة موسى عليه السلام مع فرعون هذه أكثر قصة ترددت وتكررت في القرآن الكريم مرة من بعد من بعد مرة لأن لأننا إذا كنا تكلمنا من قبل عن أن النبي كان يبعث بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وللإيمان بالله ثم إنه من بعد يعالج انحرافا واقعا في حياة الناس ففرعون قد جمع كل انحراف يعني جمع الفساد كله وجمع الانحرافات كلها أي شيء يخطر على البال في هذا الباب قد اجتمع في تلك الشخصية فكان هو نموذج الفساد ونموذج الاستبداد ونموذج السوء والظلم والعلو والاستكبار وكل هذه المعاني تجسدت وتمثلت في ذلك الطاغية ذلك الطاغية الذي بلغ من عتوه وتمرده على خالقه سبحانه أنه قال ما علمت لكم من إله غيري وأنه قال أن ربكم الأعلى يعني بلغ به الكبر والغرور أن يقول هذا الكلام ونحن عندما نقرأ قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الله عز وجل هو مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا ومالك كل يوم فلماذا خص الله عز وجل يوم الدين بالملق مع أنه مالك الأيام جميعا سبحانه وتعالى خصه بالملك سبحانه لأن في الدنيا من ينازع الله في ملكه صحيح هو جهل وغرور وقل ما شئت من هذه المعاني لكنه واقعا يقع يعني فرعون نازع الله في ملكه فهذا يقع في دنيا الناس بغرورهم وبكبرهم وبجهلهم لكن في يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهر هذه الحقيقة الصاطعة التي كان ينبغى أن تكون صاطعة حتى في الدنيا لكن في الدنيا الإنسان بغروره وبجهله غتغيب عنه هذه الحقيقة في يوم القيامة لمد الملك اليوم لله الواحد القهر أما في الدنيا فيقع عند الناس مثال فرعون هذا يعني الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فرعون عات في الأرض فسادة جعل الناس شيعة شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويفعل بهم ما يفعل ويأكل أموال الناس بالباطل ويفعل كل هذه الأمور بعث الله عز وجل إليه موسى وأخاه هارون ليهدياه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ولكي يترك ما فيه من كبر ومن استعلاء ومن تكبر ومن هذه الأشياء فماذا كان حاله مع موسى وهارون عليهما السلام كل الآيات التي نقرأها في سيرة في قصة فرعون تصور لنا بعض بعض شخصيته يعني هو عندما يقول للناس ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصيرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني هو مغرور بملكه بملكه الذي له ملك مصر وتجري من تحته الأنهار ثم حتى مغرور بلسانه وبخطابته هو الآن وغف خطيبا يعني يقول للناس أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين مغرور بما آتاه الله عز وجل هذا ملمح من ملامح هذه الشخصية هو استبد على الناس في رأيهم يعني صادر صادر حقا يختار الإنسان اختيارا أو يقول رأيا قال لهم ما علمت قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أرى يعني هو وحده صاحب الرأي والناس له تابعون فصادر حرية أن يختار الإنسان أو أن يقول رأيا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بل صادر حتى حق الإيمان يعني قال لهم قال آمنتم للسحرة يعني قال آمنتم له قبل أن آذن لكم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهكذا فليؤمن الناس يحتاجون أن يرجعوا إليه ليأخذوا إذنا يعني في أي عمل يريد الناس أن يبتدروا عملا هو لا بد أن يكونوا هم فيه له تابعون له متبعين يعني وهكذا غلب الحقائق رأسا على عقب يعني يصبح الحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا والصلاح فسادا وهكذا غلب الحقائق يعني فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعوا وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني هذه عجيبة من العجائب يعني يصبح موسى عليه السلام هو الذي يريد أن ينشر في الأرض الفساد ويصبح فرعون هو الذي يريد أن يمنع الفساد ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني ننظر إلى أي درجة بلغ الغرور بهذا الرجل الذي هو الفساد متجسد يعني قد تجسد فيه تماما ويقول لنبي صالح أنه يريد أن يمنع الناس من فساده يعني إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذه كلها بعض سمات هذه الشخصية لما جاءه موسى عليه السلام لأول مرة قال له قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ألم نربك فينا وليدا لأن موسى عليه السلام كان قد تربى أول أمره في قصر فرعون يعني قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين موسى عليه السلام رد عليه قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني أنت الآن تمتن علي بأني قد كنت فيكم وليدا ولبثت من عمري سنين عندكم لكن هل هذه نعمة تمنها علي هذه أيضا من صفات الطغاة المستبدين أنهم يحولون ظلمهم للناس إلى بعض امتنان يعني هو الآن يمن على موسى الذي هو من بني إسرائيل وهو قد فعل ببني إسرائيل ما فعل استعبدهم واسترقهم وقتل رجالهم واستحيى نساءهم ثم هو الآن يمن عليه هذه المنة يعني فقال له موسى عليه السلام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل كان في فرعون كذلك نغضى المواثيق ونغضى العهود كان يعطي العهد ثم ينقضه القرآن حدثنا عن هذا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل طبعا هذه الرسالة سيدنا موسى عليه السلام أن يؤمن بالله وأن يرسل معه بني إسرائيل ولا يعذبهم يعني فرعون فلما كشفنا عنهم الرجز الله أخبر أن الله عز وجل أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم وهكذا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالقوه إذا هم ينكثون نكثوا عن ذلك كله يعني لا آمنوا لموسى عليه السلام ولا أرسلوا معه بني إسرائيل وكان فرعون إلى آخر لحظة مجتهد كل الاجتهاد في أن يلاحق بني إسرائيل حتى أدركه القرق فنقضى العهود والاستبداد بالرأي والامتنان على الناس بظلمهم مع جمع ذلك الفساد كله فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون يعني هو يتعالى بكل شيء الشرذمة كأنها الجماعة المتفرقة الفوضوية التي لا تجتمع على النظام عنه فهو جيش جيوشه وعد عدته لحرب فئة مستضعفة ضعيفة لا حول لها ولا قوة وهو بما عنده بما آتاه الله عز وجل من الملك ومن السلطان وظف هذا كله في ظلم الناس وفي الاستبداد بالناس استبداد بأمر الناس وهكذا أن تتردد قصة فرعون في القرآن الكريم هذا يعني ونحن نقرأ القرآن الكريم ولا نقرأ القرآن على أن القرآن هو قصص أقوام سابقين مضوا وكأنه كتاب تاريخ أو أنه من كتب السير أبدا القرآن كتاب هداية فنحن عندما نقرأ قصص فرعون نعلم أن فرعون ليس هو فقط ذلك الشخص الذي هلك في زمان موسى عليه السلام الذي أغرغ في البحر ذلك الطاغي المستبد الذي أغرغه الله عز وجل وإنما فرعون هو ظاهرة ظاهرة تتجدد في حياة الأمم وليس شرطا في الظاهرة أن تنطبق كاملة أن يكون فرعونا كاملا أن يقول أنا ربكم الأعلى أو أن يقول ما علمت لكم من إله غيري ليس شرطا أن تكون الظاهرة منطبقة كاملة لكن أي صفة من صفات هذه الشخصية يعني أن في الإنسان فيه شيء من فرعون يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يقول لصاحبه الذي قال لآخر ألا تسمع يا ابن السوداء تلك الكلمة المنكرة التي تاب عنها الصاحب الكريم من بعد وتواضع لله رب العالمين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية طبعا هذا الكلام لا يعني أنه كفر هذا الصحابي أو أنه نسبه إلى الجاهلية المطلقة يعني بشركها وثنيتها ولكن فيه صفة من صفات الجاهلية عليه أن يتخلى عنها وعندما يذكر الله سلم علامات النفاق أنه إذا حدث كذب وإذا أت من خان وإذا أخلف وهكذا حتى لا يكون في المسلم بعض هذه الصفات فمن كانت فيه صفة من هذه الصفات كانت فيه صفة من صفات المنافقين ولا تعني أنه بالضرورة منافقا كاملا وهناك لا يعني بالضرورة أنه في جاهلية كاملة وهكذا فصفات فرعون الإنسان يجانبها وليس بالضرورة كما قلنا أن يشعر أنه فرعون كامل لكن أي صفة من صفات فرعون على المسلم أن يتجنبها وأن يجنب نفسه هذه اللعنات لأنها لا تورثه إلا اللعنة هذه الصفات الله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة وشفاء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة